السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إليكم وضعية إدماجية أو تعبير عن حب الوطن من الإيمان أتمنى أنه يفيدكم كثيراً أبناء الآزة ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وهذا فضلاً وليس أمراً إذن المقدمة جبل الإنسان على حب وطنه لأنه ولد فيه وترعرع في كنفه فمن الطبيعي أن يحبه العرض الوطن هو المكان الوحيد في العالم الذي يشارنا باستقرار بالنفس والأمان وبه ترتاح القلوب وتطمئنه والإنسان بلا وطن كالجسد بلا روح والوطن بدون أبنائه يصبح كالمنفى المهجور فهو يحتاج أبنائه لكي ينمو ويتطور وإلى الحفاظ على خيراته والدفاع عنه وعدم التفريط بأي شبر منه فهو من المقدسات التي من أجلها نكافح ونجاهد ولهذا استشهد الأحرار من أجله ليبقى حراً من كل استعمار وهذا ما فعله أسلافنا وأبائنا أيضاً الخاتمة أما الخاتمة الوطن يحيى بدماء أبنائه ويتطور بعقولهم ومن لا يحب وطنه بصدق لا يستحق أن ينتمي إليه أو يعيش فيه إذن هذا كل ما لدينا للتعبير عن حب الوطن من الإيمان أتمنى أنه أفادكم قليلاً إلى موضوع آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر